السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي إلى كل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات هذه المرة رايح نتحدث الموضوع انتالي ابتزاز في الجزائر كنا درنا البارح 6 ديسمبر 2018 بث مباشر على صفحة المصالحة الجزائرية في الفيسبوك وربما إن شاء الله في المستقبل نزيد ونديروا حوارات على المباشر بإمكان كل الإخوة والأخوات الجزائريين والجزائريات اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا البث المباشر يجيوا لصفحة المصالحة الجزائرية راني نوضع لكم الرابط في أسفل الفيديو في المعلومات انتهى الفيديو بطبيعة الحال لابد هو أنه الإنسان يكون مشترك في هذه الصفحة من خلال الهاتف النقال لأنه الإنسان لما يكون عنده جهاز كومبيوتر ما يقدرش يشارك على الهاتف النقال ربما في المستقبل إن شاء الله إذا كان لقينا ناس ساعدونا ماديا ومعنويا وتقنيا نحاولوه أنه إن شاء الله نطوروا من هذا البث المباشر نستطيع من خلال الجهاز نتعلى الكمبيوتر نديروا بث مباشر يعني بشكل محترف بإشراك الإخوة والأخوات على جلبه يكون الناس اللي رام يعني يتصلوا من خلال الهاتف النقال والناس اللي يتصلوا من خلال الأجهزة نتعلى الكمبيوتر نستطيع هو أنه نمزج ونديروا بث مباشر بشكل محترف إذن الموضوع نتعليو مواحة والإبتزاز فيه بعض الشباب هكذا اللي ربما ما عندهمش إلمام بهذا الموضوع وربما يطيحوا كما نقوله في فخ أو يطيحوا في مقلب هكذا ويصيروهما فاريسة للناس المبتزين ذلك هذا الإبتزاز وشي هو الإبتزاز هو يكون فيه كما نقوله إنسان ضحية نتعلى الإبتزاز ويكون الشخص هذاك أو الهيئة أو المؤسسة أو الإدارة أو حتى الدولة أو السلطة إلى غير ذلك أو جماعة يصيروهم يبتزوا في هذاك الشخص أو يبتزوا في إدارة أو يبتزوا في دولة يبتزوه بقضايا مختلفة قادرة تكون مثل صورة قادرة يكون فيديو قادرة يكون ميلف انتع فساد قادرة تكون قضية مختلفة انتع قال مثلا تعشرف إلى غير ذلك من المسائل تعسارقة المهم يتكون هناك قضية بمعنى أنه قال مثلا شخص يبتز مثلا شابة ذلك هو لما يبتزها يبتزها لهدف معين قادر يكون هذاك الهدف والله الداعي قادر يكون مادي قال مثلا لما يبتز هذه البنت يهددها بالشرف انتعها أمام الأصدقاء انتعها والصديقات انتعها أمام العائلة انتعها أمام المجتمع قال مثلا أنا راني نمتلك عليك صورة ربما في لحظة انتع غيب الوعي ربما في لحظة انتع شهوة تصير هي فريسة لهذاك الشاب من بعد هو قال مثلا يصورها عن طريق الهاتف النقال أو بكاميرا كما نقوله خفية يصورها في وضع لا تستطيع هو أن تظهر به أمام العائلة انتعها أو أمام الأصدقاء أو أمام صديقات انتعها ويصير هو يهدد فيها يراها على بالها قال مثلا بل يراه ويحاكم عليها قضية تصير هي فريسة تولي هي تخضع للأوامر تعوه قادر أيضا هذا الموضوع يكون خاص بجهاز الجهاز هذا قادر يكون الجهاز انتع المخابرات هو في الغالب يكون الجهاز انتع المخابرات هو اللي يمتلك ملفات انتع ابتزاز على الناس علش هو يمتلك الملفات الابتزاز الابتزاز يمتلك هذه الملفات الابتزاز حول شخصيات عامة حول شخصيات سياسية رؤساء أحزاب رؤساء جمعيات مسؤولين في مراكز مختلفة لما يمتلكوا عليهم هذه الملفات الابتزاز مش بالضرورة هو أنه قال مثل المسؤول يكون فاسد قادر يكون مسؤول خدام إنسان ولد فاميلا وقال مثل عنده بنو خارج الطريق وهما يحكموه بالملف انتع بنو قال مثل ابنو مثل متورط في قضية انتع مخدرات أو قال مثل متورط في قضية انتع قال مثل فسد أخلاقي ويصيروا هما يستعملوا الملف انتع بنو نعطيكم كمثال مثل قضية انتع ابو جرى سلطاني يستعملوا الملف انتع بنو ويصيروا يهدوا فيه أمام الرأي العام قال تتكلم أو نخرج لك الملف انتع بنك وشخصيات أخرى مش فقط يعني أبو جرى سلطاني كمثال ذرك هذا الجهاز انتع المخابرات هو في الجزائر لا سيما المسؤولين لا سيما المسؤولين الكبار منصب لهم كاميرات خاصة من الناس اللي رحوا للفنادق ويباتوا فيها ربما مع زوجة انتعهم إلى غير ذلك ينصبوا له هو كاميرا كاميرا في فندقه ومع لبالوش قادرة تكون سيدة ينصبوا له كاميرا ويسجلوه ويصوروه في وضع قلمة النهاريان يصوروه في الحمام إلى غير ذلك من المسائل عندهم ملف ابتزاز عليه هذا كلم يلف انتع الابتزاز قادر يكون هو شخص هذاك والله الهيئة اللي دارته تهدف إلى الابتزاز انتع الشخص هذاك وتصير تقايض فيه مقابل مقابل قادر يكون مادي كما قادر يكون موقف موقف سياسي قال تمشي في الخط هذا ولا نخرجوه الملف انتعك وانتجرت هذه الملفات انتع الابتزاز لا سيما في الوقت الأخير في المواقع هذه ولا سيما الموقع انتع الفيسبوك صارت فيه صور صارت فيه فيديوهات والأمر مثل ما قلت فيه التسجيل لا يتعلق بشخص ولا يتعلق بمجموعة من الناس بل صار يتعدى إلى دول درك هذا الموقع انتع الافيسبوك اراه عنده ملفات وراه عنده صور قادر يعني ناس تستعملها مش بالضرورة هو انه قال هذا صاحب الموقع قادر اجهزة الآن صارت تستعمل في هذا الموقع انتع الافيسبوك في لحظة من اللحظات قال مثلا واحد غلط قال مثلا عنده صفحة في الفيسبوك غلط قال مثلا عوض هو انه يحمل ملف الفلاني حمل ملف العلاني قادر تكون صورة عائلية قادر تكون صورة قادر يكون فيديو قادر يكون ملف إلى غير ذلك وكي ناس رأها هي تستاد في مثل هذه المسائل قاعدين هذه الخدمة نتاحم قاعدين يصطادون في مثل هذه الامور ويصير فيما بعد الشخص هذاك او الجهة تحت الابتزاز كما قادر دولة تستعمل ملف هذا انتع ابتزاز قال مثلا في اطار هذا الشيء اللي راهه جاري نعطيكم كمثال هذا القضية انتع الصحفي خاشق جيه هذك انتع السعودية الآن الدولة السعودية هذه رأها تحت الابتزاز لماذا؟ لأنه تركيا تمتلك عليها ملفات قال هاو الشخص هذا هاو كيف هدخل هام كما قتلوه هام كيف قطعوه تحت الابتزاز فيما بعد يصيروا يقايدوا فيها بمواقف سياسية بأمور مادية بصفقات إلى غير ذلك اذا هذا الابتزاز قادر يوقع فيه شخص يعني رجل او مرأة قادرة توقع فيه ادارة قادرة توقع فيها مؤسسة قادرة يوقع فيه جهاز قادرة توقع فيه دولة موضوع عام فيه انسان مبتز وفيه الانسان اللي هو يبتز اذا هذا الشنطاج هذا وهذا الابتزاز موضوع كبير بالتالي لابد له من ثقافة لابد له من وعي هذا مش خاص بقناة فضائية معينة هذا الموضوع المفترض هو أنه يجيبوا ناس أخصائيين لا سيما الناس اللي عندهم علاقة مباشرة بالعلوم النفسية ويحاولوا أنه يحلوا هذا الموضوع من جانب علمي بالإضافة إلى أنه يجيبوا ناس محامين يجيبوا ناس قلمة دعات وينقشوه في القنوات الفضائية المفترض هو أنه هذه الدعات أيضا ينقشوه في المساجد مركونا من هذه التيمم ومنتعمة لبليشنة وظنهر ومسح الخفين وكذا تبقى الناس ذركة مواضع كثيرة لو كنجيبوا إن شاء الله في البرنامج هذا اللي سميته أنا أخدم عقلك نحاول هو أنه نتطرق المواضع كثيرة من بينها الموضوع التعصير النماطية ونحاول هو أنه نتطرق لبعض المسائل اللي ربما ما تطرق لهاش ناس آخرين نحاول هو أنه نتطرق لهذا الموضوع نتطرق الموضوع التعالهوية ومواضيع كثيرة إن شاء الله نناقشوها في هذا الموضوع انتع خدم عقلك إذن هذا الموضوع المفترض هو أنه الدعات يتطرق له في المساجد يتطرق له في المحاضرات يتطرق له في الملتقيات الفكرية الجمعيات أيضا المفترض هو أنه تناقش هذا الموضوع ونساهموا كلنا معا نساهموا في رفع درجة الوعي بالإضافة إلى الأساتذة اللي رهم يدرسوا في الجامعات أيضا المفترض هو أنه يناقش هذا الموضوع الناس اللي رهم يدرسوا في المتوسطات في فنويات وحتى في الإبتداء لما لا الموضوع هذا يناقش من أجل توعية الناس خلي من الوسائل الإعلام المختلفة لابد هو أنه يناقش هذا الموضوع ولابد هو أنه يعطاله الحق انتعه الأنواع أنتع الإبتزاز هذا مختلفة قادر يكون إبتزاز إلكتروني مثل ما كنت أقول لكم الآن على الفيسبوك قادر الإنسان يبتز سواء شخص أو مؤسسة أو جهامة عن طريق المواقع هذه تكون مثلا ملفات أو صور أو فيديوات كأن الإبتزاز أيضا من خلال الاختراق الآن راهوا خذاء شكل واحد أخرى راهوا الآن عن طريق الملفات نتعى التجسس عن طريق برامج نتعى الاختراق إذن في هذه المواقع الإلكترونية يقدروا الناس يسقطوا ضحايا ويصيروا يبتزوا فيهم من خلال الصور ومن خلال الفيديوات ومن خلال ملفات مختلفة عن طريق الأجهزة يتم اختراق أجهزة أخرى يقدروا الناس يحصلوا قال مثلا على ما لباليش أنا كونت بونكار يقدروا يحصلوا على وثائق نتعى الهوية نتعى شخص معين وثائق نتعى مؤسسة إلى غير ذلك وتصير هذه كل جهة تضغط على جهة أخرى ورقم شفته مثلا في الوسم الموضوع هذا كنتعى ويكيليكس هو موضوع من المواضيع نتعى الابتزاز يعني واحد يحصل على ملفات ويصير يبتز في دول ليس يقال مثلا شخصية معينة أو جهة معينة يصير يبتز في دول وربما كين دول التي تدفع هي أموال وهذا الابتزاز هو مثل ما قلت هو موش خاص بشخص وإنما موضوع عام ابتزاز هذا قادر يكون ابتزاز إلكتروني قادر يكون كما قلت في بداية التسجيل ابتزاز جنسي شخص يبتز مثلا مرأة إلى غير ذلك ابتزاز سياسي مثلا قال واحد يقايض رئيس حزب بموقف سياسي قال تمشي معايا ولا نخرج لك الملف الفلاني وهكذا دولة تبتز دولة حزب يبتز حزب وهكذا الأسباب انتعوا والدوافع انتعوا مختلفة قد تكون مادية قد تكون معنوية قد تكون سياسية حتى ثقافية الدولة تبتز دولة في موضوع ثقافي راه عندها قال مثلا ملفات على بعض قال مثلا جنرالات متورطين في الدماء أو متورطين في كذا وتصير هي تبتز في دولة وقال انا تديها وش تدير لي قال انا لازمك تفتح لي مركز ثقافي قال انا لازمك تدير لي كذا لازمك تعتمد للغة الفلانية وهكذا فيه ناس ايضا هما يسقطوا ضحايا مرات في النتيجة انتع الثقة واحد يروح للدولة ويثيق فيها ويثيق في الاطباء انتاحها ويثيق في المستشفيات انتاحها ويصير هو يروح للثمة ومغمض عينيه وفيما بعد هو هذه الدولة تصير تبتز فيه تبتز فيه لانها تعرف الامراض انتاعه وتبتز فيه لانها تعرف التفاصيل انتاعه وقادر هو يكون شخصية لذلك ركما تشوفه مرات قال مثلا رئيس الدولة ما يروحش لدولة واحد اخرى يدوي فيها يدوي في بلاده والابتزاز هذا مثل ما يكون داخلي قادر يكون خارجي التدعيات انتاع الابتزاز هذا كثيرة قادر هذا الابتزاز هذا يحطم شخص قادر يحطم شخصية قادر يحطم حزب قادر يحطم دولة الناس اللي هما يمتلكوا الملفات انتاع الابتزاز في الجزائر قادرين يكونوا اشخاص ولكن الجهاز الواحد اللي هو يمتلك الملفات انتاع الابتزاز هو الجهاز انتاع المخابرات يتعاملوا مع بانتر يدخل هو الفيلان شخص معين والله على بالهم بيهرام يتبعوا فيه قال يلا براسيلو كاميرا في المكان الفلاني ويصيرو هما ينقلوا في الحدث من الدار انتعوا بالصوت وبالصورة والوسائل انتعوا الابتزاز مختلفة خاتم فيه كاميرا ساعة فيها كاميرا قلم ستيلو فيه كاميرا ويصيرو هما انه يستعملوا مثل هذه القضايا لذلك الانسان هو انه يحتاط خاصة في الانترنت لما انت مثلا تكون تتكلم مع شخص او مع شخصية خوض الحذر انتعك خوض الاحتياطات انتعك ولا بد هو انه الانسان يواعي ايضا الاولاد انتاعه يواعي المحيط انتاعه يواعي الناس اللي راه مضوك مثلا يسمعولو قال مثل هذا التسجيل هذا تنشره ربما يشوفوا واحد ربما تشوفوا اخت ربما تشوفوا عائلة باش الناس تاخذ الحذر انتاعها راه ناس لك الان تبتز في ناس بيصوروا بالفيديوهات يا اخوي انترك في ارس مؤين خوض الحذر انتاعك خاصة في العائلات انت لما تنشر فيديو او تنشر تسجيل من بعد انت ما تتحكمش فيه يخرج على يدك راك مشوفته وتسجيلات مختلفة تصير انت ما تتحكمش فيها انت تغلقوا منه هو يفتح لك حساب منه انت تغلقوا منه ويفتح لك حساب منه وتصير هذيك الملفات وهذيك الصور وهذيك تسجيلات متداولة بشكل واسع تخرج انتا قال مثلا واحد راهوا في الفيسبوك غلقت له الكونتينتا ومن بعد يفتح لك في اليوتيوب اوكي ومن بعد يفتح لك في تويتر ومن بعد يفتح لك في ديلي موسيون ومن بعد يفتح لك في معلابانيشانا يدير لك مدونة ومن بعد يفتح لك موقع وقعد انت تتبع فيه ما تقدرش انتا فيما بعد تتحكم في هذك الموضوع هاو نعطيك المغاة كاميثة البرك محمد تملت في وقت من الاوقات تدير تسجيل وتحتى اليه وانشارت التسجيل تاها وانا على الصفحة انتاي باش يشوفوه الناس اشتاكا الموقع انتاي اليوتيوب مرتين وغلقوا لي الحساب في جلو وراه محمد تملت الان هاو تحت التراب وهاني خرجت انا مقطع تاها تسجيل اللي مبين فيه باللي راه وكان يتحدث معايا ويتحدث على ناس مختلفة ما نخرجش انا الموضوع هذا كامل غير فقط لانه لاش لو كان ما درتش انا الاحتياط انتاعي كان قادر هو فيما بعد يلعبيه وغيره هاو بزديرا لو كان انا ما درتش الاحتياط انتاعي قادر هو يقول ويقول ويقول الان راه عندي انا تسجيلات لو كان انا ماخدش الاحتياطات انتاعي لذلك انا انصح كل اخوة والاخوات هو انه يحتاطوا خطر كينا ناس الان راه تستعمل في هذه الملفات لاسية ما في العائلات يا صاحب انت تكون في عرس ومن بعد يجي واحد هو يدخل توكله انت كما يقوله الملح يدخل هو تعرضه ويجي يأكل ويشرب وهكذاك بتفاهة ينشر لك صورة هكذا عائلية ومن بعد ينشر هالك هو في الفيسبوك كي انساء قال مثلا مراء متحجبة مثلا قال مثلا تكون في العرس ولا تكون هي من حيال حجاب تاعها قال راه في العائلة من بعد هو يصور هالك هكذاك بدون حجاب ومن بعد تصير هي في مشكل مع الزوج انتاعها او في مشكل مع الاولاد انتاعها كي الناس اللي راه مصلوا حتى الطلاق لا بهذه الملفات وربما يكونوا عن جهل ولكن كي ان ناس تنشرها عمدا بالمقابل وكي الناس اليوم يصيروا يبتزوا في ناس من اجل تحقيق اهداف مختلفة مثل ما كنتم نقول لكم الان داخلها الان في اطار تاع التجسس وداخلها في اطار تاع السارقة راه مناس يسرقوا وراه مناس يديوا في راشاوي الى غير ذلك وتصير فيه تداعيات هو انه قادر ميلف انتاع ابتزاز يحطم اسرة قادر يحطم شخص قادر يحطم شخصية او مسؤول قادر يحطم دولة لذلك اطلب من الاخوة والاخوات هو انه يتحلوا باليقضاء وهو انه هذا الناس اللي راهم يشتغلوا في مواقع مختلفة هو انه يساهموا في هذا التوعية حتى باش ان شاء الله يصير فيه وعية عام وتصير الناس يعني تحتاط لا من الصور ولا من الفيديوات ولا من الميلفات وحتى في المكالمات الهاتفية وحتى في هذا الوسائل تحتواصل مثلا فيبر او سكايب او 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 برامج واحد اخرى تحتوى المحادثة يا اخوة لما تكون تتكلم راك مثلا في الفيسبوك او في الفيبر او في السكايب خاصة لما تكون في العائلة لازمك تعرف بالي هذيك المكالمات انت واحد يكون مثلا يتحدث مع العائلة انتعو لازمك تعرف بالي يراهم يسجلوا في المكالمات هذيك سجلوا فيهم بالصوت وبالصورة ترك تتكلم مكش تتكلم في دارك تتكلم عن طريق برنامج يراهم في المريكان والله في كنادا وانترك في فرنسا او انترك في فرنسا وما راهم في الجزائر راهم يتحدثوا بالصوت وبالصورة ودير لامان كأنه راهم في مسجد لا لا يا اخي دير الاحتياطات تتكلم مرة لما تكون تتكلم خاصة لما تكون متح تجيبه والله البسي الحجاب بتاعك واحد لما يكون مثلا قال يتكلم ما لازمش يمد التفاصيل كي الناس يتبهلوا كي الناس كذا يا اخي احتاط قادر توقع في شخص ما يخافش ربي قادر هو يسجلك هذيك المكالمة وفيما بعد ينشرها بالصوت وبالصورة وكان ما يكونش يخاف ربي لذلك نطلب من الاخوة والاخوات هو انه يتحلوا باليقضاء ويساهموا كل واحد في المجل تاعه اللي راه يعرف تقنيات اللي راه عنده مستوى سياسي وثقافي وفكري وكذا يحاول هو انه يحسس بهذا الموضوع لذلك انا اطلب من كل اخوة والاخوات الجزائريين والجزائريات هو انه يحتاطوا مثلا انت راه عندك هاتف نقال هاتف نقال تاعك هذاك راه هو اصيب بعطب تقني انت لما تروح تصلح هذك الجهاز خذ الاحتياطات تاعك نحي صور تاعك قال مثلا عندك مشكلة في الصوت ولا عندك مشكلة مع البيشنا في الكاميرا ما تصورش ولا كذا نحي انت الصور اللي راه موجودة نحي الفيديوات ديرها في كارت او ما تحتفظش بها في الجهاز تاعك لما انت تصور او تدير فيديوات والله نحي هذه الصور ونحي هذه الفيديوات حطها في مكان محمي استعمل قال مثلا انت لما يكون عندك جهاز انت هاتف استعمل دير مثلا كود استعمل دير مفتاح سري ما يدخلوا حتى واحد غير كنت نفس الشي في المواقع لما انتظك مثلا انت ركس جلت في موقع لازمك تعرف باللي راه المواقع هذيك راه مراقبة ورام يقدروا يطالعوا الى الرسائل تاعك الخاصة يقدروا يعرفوا الى كونتاكت تاعك الى غير ذلك من المسائل ويستطيعون من خلال هذيك الموقع هو انه يبتزوك خذ الاحتياطات تاعك لما تسجل في منتدى لما تتلقى دعوة في جمعية والله في مكان والله اعرف روحك باللي راك مستهدف قادر تستهدف من خلال الصورة او من خلال الفيديو او من خلال التصوير مع شخص او كذا نفس الشي في الطريق مرات هو انه كان بعض من الناس هكذا يجي يقولك نصور معاك ومن بعده ويخذ الصورة هذيك وانسان يبتزك بها قادر يكون هذا كراهو انسان فسد الى غير ذلك كما اطلب من الاخوة والاخوات سيامات طلبة هو انه تديروا دراسات وابحاث في هذا الموضوع الابتزاز لماذا لا والناس اللي راهم يخدموا في مسؤوليات مختلفة يا اخي انت راك تخدم في جهاز انت دولة خذ الاحتياطات انتاك لما انت تخرج الدولة معينة لازمك تعرف باللي الدولة راها مستهدفة بالتالي ما لازمش تفكر غير في نفسك انت فكر في الاجيال فكر في شعب فكر في مجتمع راهمون وراك قادر انت تروح تدير مشكلة ومن بعد بلاد دولة مجتمع يخلص في مكان كعلاه تكون عندك ثقافة طالع اقرأ ابحث لازم يكون عندك تكوين ما يكفيش هو انك تخدم في ادارة وانتهى الامر تخدم في ادارة لا لازم يكون عندك تكوين سياسي لازم تكون عندك ثقافة واسعة باش انت لما تخرج انت قال مثلا تمثل دولة ولا تمثل شعب تمثلهم بحق باش انت تروح تسكر تدخل انت في اوتل او تروح تدخل انت الحانة ومن بعد الشعب يخلص في مكانك لازمك تعرف باللي راه الشعب ومجتمع من وراك نفس الشي بالنسبة للاخوات يا اخي والله يا اختي لما انت تروحي الى عرس ولا تروحي الى المكان والله اخذي الحذرن تاعك رغم كان الناس يستعملوا في مثل هذه الامور نفس الشي بالنسبة للاجهزة انت ارى او عندك جهاز كومبيوتر والله ذيك او عندك انت قرص هذك الدسك دير هذك عندك فيه ميلفات والله لما انت تروح وصيب الجهاز تاعك بيعه طب والله خذ حذرك لازمك تعرف وين تروح او اعطالك مثلا واحد جهاز مرات يعطيك واحد جهاز قال مثلا كادو قال او هاتف نقال او قال جهاز كومبيوتر او هاتف هذا كل الجهاز ذلك ملغم 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 او هكذا او اتصال وراه ينقلك في الاشياء ذيك لذلك انت خوذ احتياطات انتعك خاصة من الناس اللي راهم دركهما في هذا المجال هذا هو انه راهم يعرضوا خوذ الحذر انتعك هذه باختصار الكلمة انتعي اتمنى هو انه راني افتكم بهذا الموضوع ولو انه مازال يحتاج الى تفاصيل كثيرة ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته